رح نبليش رولة بحثون نبليش هيك بغري اشي اخباري اشي عم تعمل بالامارات جيت لهون على بلد التاني الامارات وبيعتبر انه هلأ في صفحة جديدة بحياتي عصاعد الاعلام عصاعد الشخصي لما تنتقل من كنت نفكر انه هاي الكمفورت زون هي رح تعطيك بالحياة شي اللي بتستاهله ولكن اليوم بعد وقت طويل بتكتشف انه لأ كنت بالمكان اللي ما بيستاهلك وبيستحقك فنحنا جينا للبلد اللي فعلا دايما بوابة مفتوحة لكل الجنسيات لكل الناس وتدعمهم عصاعد الشخصي والمعنوي وتفتح البوابة فما كان إلنا إلا نجي عبلد التاني الامارات اهلا وسهلا فيك بالامارات ببلدك التاني وبلدنا التاني الكمفورت زون ايت لكل العالم يعني الكمفورت زون هي الشي الوحيد اللي بيخلينا ما نخطي خطوات جريئة مرات منضطر انه مرات تجي غسمن عنا ومنطلع برات الكمفورت زون بعدين من لقيه انه الخبرية ما كانت صعبة يعني بس هي فكرة انكزايتي بتجينا انه نحنا منخاف من المستقبل منخاف من التغيير فمنظل بمكان معين شو ما كان هذا المكان اذا كان تخصص او اي شي بالحياة او شريك ممكن يكون معنا نحنا انه ما اعتبرينه يلا على علاته خليه بس بخاف غير طبعا نحنا لقلك شغلة بالحياة بشكل عام منخاف نحنا نطلع من الكمفورت زون لانه منعتبر انه خلص تعودنا على هيدا المكان او على هيدا الاشخاص وما منعرف انه نحنا هيدا المكان فيكون توكسك لقلنا او هيدا الشخص فيكون توكسك بحياتنا منخاف منصير نتعلق بهيدا الطرف الآخر على السعيد الشخصي او على السعيد العمل فلما نطلع من الكمفورت زون طبعنا منكتشف انه نحنا يا اما طلعنا مأخرين واكتشفنا شيء الأحلى منقول ياريت نحنا طلعنا عبكير او ياريت تخلينا عن هيدا الشخص عبكير او ياريت وياريت منكتشف انه في حياة أجمل برا هيدا الزون طبعنا بس هي الفكرة تتعلق بس بأول خطوة اللي هو بالقرار انك انت تخلص تكب كل شيء وتتخلى عن كل هيدا الزون طبعك بعدين بتلاقي حالك أقوى وأحسن وأحلى وجهك منور عادة ان احنا منقول انه في بلاطة بتبقى واحد قاعدة على صدره بس خايف ومنه عارف ليه بس يطلع بحس حاله قادر يتنفس صح هذا الموضوع كتير حلو كتير حابب احكي عنه بس بدي شوي هيك اتعرف عليك اكتر والعالم يعرفوك اكتر يعني انا اول ما شفت هيك السي في شوي صغيرة او هيك مختطفات قلت انه انت سوبر ومن يعني انه امرأة صحفية رحتي على ميدان الحرب يعني غطيتي حروب بنفس الوقت امرأة صحفية درسي صحافي وتعلمي بالجامعة كابتن طيران يعني كمان انه شي كمان صعب واحد اصلا هيدا ياخده كتخصص لها بحد ذاته فكيف انت عم تعملي تخصصين هواياتك هوايات شباب ومش كل الشباب هوايات جريئة بتسوقي موتو سايكل بتنطي بالبراشوت بتعملي روب كلايمينج او راب ما برسم ميتية رابال شو هيدا لك انا بقول لو عن جد لو الكرة الارضية بعد فيني موسعها بعد اكتر لتساع الاحلام اللي عندي اياها لان انا بحب الحياة وبحب جريب كل الاشياء طالما ما عم بيقزي حدا وطالما هي بتتعلق فيه لقلي وبتتعلق بساعاتي الشخصية وهي هيدا لانه كل هالنجاحات اللي انت عم تقول عنها بحق اللي اني ريح شوي بقصص تاني اني عم بعملها بالحياة اللي هي بتتعلق بالاكتيفيتيز اذا بدك عصا عيد الموتو وهي دي الامور هيدا بس كل هيدا النجاح ما اجا بالسهل او كل هالاختصاصات ما اجت بالسهل يعني كان فيه وراها تعب كتير وفي اشياء بنبقى مخبينا عن الناس ما بيعرفوا يعني الناس لقلك شغلة انه بفكروا انه اه نيالك انت بتطيري او بتتخصصي بالميديا ومعك شهادات وكذا خبار وما فارق عنديك شي بالعكس فارق عندي كل شي انه اللي وصلته لليوم ما كان بالهين كان فيه واجعة كتير كبير بس اذا بدي اقلك انه ليه اخترت اكتيفيتيز العلاقة بالشباب انا ما بقول انه هي العلاقة بالشباب بس دايما البنات دايما معروفة عنهم انه بس بالميكوب بس باللبس وكلشي هيدا الصايد عندي يمت كل البنات بس دايما بحب الادفانتشرز وما الا علاقة هايدي لانه فيها تراب الموتو او لانه انا بعمل كروس موتورسايكلز ما الا علاقة بانه لانه فيها تراب وهيك فهي بس للشابب هي شي ادرينالين وحلو تعيش الادرينالين لانه قلك لي لانه بالطيران او بالموتو او بالباراكليدينج او بكل هالاكتيفيتيز بشيل عنك اه شي كتير زعجك من جوا بتطلعوا لبرا بها الطريقة وهدي افضل طريقة لإيتا تاخفي كتير امور عم توجعني بهالطريقة احسن مدل حتى ايدي عخدي وبغرفتي وزعليني طيب ممتاز بس سميتين هوايات هني فعلا هوايات بس اكستريم سبورت يعني طيران خلينا نحكي شوي صغيري عن طيران انه بتسوقي طيارة وبسوقي عم نحكي بتسوقي طيارة لحالك كمان مش انه يعني قادي حد كابتن لا انت الكابتن لك هي الموضوع الطيران بلش معي لما انا خلصت الماجستير بعد ما خلصت الماجستير كان مفروض بلش بالدكتوراه وفتنا على الدكتوراه بالجامعة لبنانية لغوا الاختصاص طبعنا كجامعة لبنانية اطراينا نحول على جامعات اخرى جامعات خاصة كان وقتها الازمة بلبنان والدولار عم بيطلع وكل هيدا الامور فما كنا عارفانين نحنا كيف ازا حنبقى بهايدي الجامعة ولا شو الوضع بعدنا لقيت حالة انه ليه بدي ضل بنفس اللاين كل حياتي بالميديا كان مستير قوردي بعالم بالجامعة كمان ميديا وبدرب بتراينيك سنترز كمانا بالميديا خليني اطلع شوي شوف قدراتي بمكان اخر فرحت اكسترين رحت عالطيران تسجلت بسكول بمطار بيروت اسمها بيروت وينغز وبلشت معهم وبلشت ادرس جراوند وبلشنا نطير بنفس الوقت وما كانت ومن هيني لانه فيها فيها ماث فيها فيزيكس فيها بيولوجيا فيها اصص نفسية يعني انت عم تحكي مجال وكل لفل فيه له اكزامس يعني انحنا مندرس نعمل امتحانات بالطيران المدني غير امتحانات السولو وغير وغير فناس اتفاجأت انه شو هيدا الخيار اللي اخدتي يعني شي كتير كبير وفي ناس حتى قالت انه انا ممكن افشل او يمكن في ناس ما صدقت فكرت انه انا بس عم بنزل هيك اطلع طير شوي وصور ستوريز وبرجع عالبيت ما عرفوا انه انا عن جد عم بدرس ببيتي عن جد كنت انه خلص دوام شغلي اني روح احفظ قصص موترات موتر تيارة قصص ميكانيك تيارة وانت حدا طالع من مجال ما له علاقة اصلا بالطيران او حتى بالماف او بهيدي القصص مانا هيني بس بحب التحدي وبيعتقد انه الانسان كل ما تبرمج له دماغه على شي جديد بالحياة قادر يتعلم ان كان بنت او شب مضبوط تسيب مجرد هيدا النماطية بس نشوف بنت حلبة فول ميك اوب وطالع عن طيارة وعم تاخد سلفي او عم تتصور حتى طيارة ما بنعرف انه هي فعلا يعني لا انه درست كذا سنة وبيهايند هيدا الصورة ورا هيدا الصورة اللي عم تاخدها لا فيه فيه تعب وفيه مسؤولية عم تسوقي طيارة وعم تسوقي طيارة سمعت انه كمان فيه يعني فيها ركاب مش انه فيه عندك مسؤولية ركاب عم تطلعين معك طبعا اكيد مش هوية بس يعني انه اللي طلعنا بطيارة انه براشوت لا ابربر بلاين يعني هي الفكرة الناس وقتا تشوف انه انا بالميكوب وطالع وعم بتصور هي الفكرة انه بكون راجعة من انا تيفي بريزنتر فبكون راجعة من التصوير وعندي هيدا شغل فما بلحق بهيدا شغل فمش لانه الصورة اللي كنت عم جاري بفرية وعم بحاول فرجية للناس بالطيران انه البنة فعلا فيها تكون تعمل كل شي بس فكرة سوابال اتتوا كوني جميلة وصمتي هي فكرة نمطية والبنت دايما انه اللي بتبقى مزبطة حالة او خبارية يعني هي ما بتقدر انها تعمل بتحكي لا تساي بالفيزيكس او طيران او حتى تسوق متو او حتى بتعمل اي شيء له علاقة صعب يكون صعب دايما انه لا هيدا اهتمامتها بتكون بالقصص الاستخيفة اذا بدك لا الهدف اليوم من وجودي بعالم الطيران هنه هدفين شي انا بحبه والهدف التاني انه لا البنت قادرة لو عددنا قليل بنت قادرة تعمل كل شي بالحياة طالما وانت فيك الانسان بشكل عام فيه يعمل كل شي بالحياة طالما في حدود انت عم ترسمها لا تقزيك ولا تقزي غيرك ولا تقزي مستقبلك ولا تكون على حساب حياتك والناس اللي حولك طالما هي بهيدا الايطار فانت لأ بالسليم وعم تعمل بنهاية ليه برا نحنا دايما ما مشوف هيدا الطريقة انه بنت عم تدرس طيران برا لقيها انه اه اوكي شي عادة بينما عنا افشي جديد لانه تعودنا نحط صورة نمطية للبنت وصورة نمطية للشاب الشاب لازم يعمل واحد اتنين ثلاثة والبنت لازم تعمل واحد اتنين ثلاثة اقول لك شغلي انا مرة اه طلعت عسكول اه لسويقة مش كرمال اتعلم سويقة كرمال اتعلم كيف بغيره دولاب سيارة و وصورت هيدا الشي وتعلمت وصورت اعرف غير دولاب سيارة مش لانه عبالي يكون انه ولا بعرف كل شي بالحياة لا بدي بدي فرق ويمكن انا اكون وقت تقطع سيارتي ودولاب راح دق لا حدا يجي غير الدولاب بس يونيفر نو انت شو بيصير معك بالحياة ولازم تعرف اليوم البنت ما تكون بس عبارة عني انا قصيد شعري كسردفري لا روح اتعلمي كل شي بهالدني لا تقدر تتكلي بس على حالك لانه الحياة كتير صعبة ومنها سهلة وما بتعرفي مش كل الناس دايمين لك لا اهلك لا محبينك حتكوني لحالك ايام حتطبط بلا حالك ايام فتعلمي علمت تتكلي عحالك لو غيرت دولاب سيارة ما حيصير شي هو رولا فيه انه اوكي شي مميز ان تكوني كابتن طيران بس المميز اكتر انه هو التنوع اللي عم تعبليه انه بين صحفية بين الاكستريم سبورت اللي عم تعبليه بين انه عم تغطي حروب او غطيتي حرب فيها شوي يعني انه نطاف انك شفتي حرب شفتي ناس عم بتموت هيدا التنوع والاكستريم وقلتي انه انا بهرب او الادريلانين بس بيختله انه بيريحني لانه بهرب من شي انا مثلا عانت منه او تعذبت فيه او هيك بعبر عن حالي فشو كيف بلشتي وليش عم تاختي هاي الخطوات لتسبتي لمن لالك للمجتمع لا اثبت لحالي مش لمين انا كل شي بعمله بالحياة مش كرمال الناس كرمرولا لتكون هي مرتاحة واحيانا احيانا لازم تكون قنانة بالحياة لما ما تكون قنانة عم تخسر كتير وهذا الشي اللي قطعت فيه انا ما كنت قنانية كنت دايما مفكر بالطرف الاخر قبل ما فكر بحالي ايضا حالي وحدة ايضا حالي عم بخسر كتير من اذا بدك الصحة النفسية لالي والتفكير دايما كنت ضال عم فكر كل الوقت انه كيف بدي ساعد هيدا كيف بدي وقف حد هيدا فكر فيون اما مفكر بحالي يعني كان النوم عندي كان قليلي كتير لانه كل وقت انا بدي شوف راحة الطرف الاخر مما كان يكون فصرت روح اكتر لهيدا النوع من الحياة لطلع كل شي جوا الغضب اللي جوا بهيدا الطريقة من دون مأزي حدا هلأ موضوع الاني كنت مراسلة حربية وطلعت غطيت مناطق حربية كان نوع اذا بدك حس صحافة وتحدي على زغر انه انا بهيدا المنطقة بدي كون وديكون قدى لانه لانه كان جزء من تغطيتي فوق احد الاشخاص احد الزملاء قال لي انت ما رح تنجحي بهيدا المجال وما رح فيك تكوني بي هيدا النوع من التغطيات برح ترجعي فاشلي فكر من هيك انا طلعت تحدات حالي تفرجي حالي انه رولا ما تسمعي هني شو عم بقولوليك وما تخلي هدا شيء اثري عليك طلعت وتحدات حالي وفعلا كنت بنت لحالي بين ضباط وعساكر وعلى جبهة كان باي لحظة كان ممكن ما ارجع عند امي فكانت صعبة ما بقولك لا وحتى انا وهنيك كان قلبي ميت يعني انا المعروف عني الطيبي والحنوني مع الناس وممكن متل بقوله دمعته وعخده بتنزل فجأة كانت حدا قلب ميت وماشي لان حطيت قدامي رولا ركزي رولا ما تخلي ممنوع تفشلي بهيدا التغطية ورح ترجع ناجحة ورح ترجع الناس ترجع تحكي فيك من اول وجديد لانه كنت بالزمان لما اوقع غيب كنت خاف كنت بدي كيف ادي ارجع اطلع واقف من اول وجديد على الجاية فتحطيت حالي انا بهيدا طريقة ورجعت ولقيت حالي ناجحة ورجعت ووقفت وقلت لا انا ما بدي ارجع غيب ودرجع باين للناس ودفرج انه نا انا ادرى اعمل كتير اصاص بالحياة ومش خايفي من الحرب بس خايفي من الصرصور كل شي الحال ما قصمينا هيدا بتخافي من الصرصور بس مش خايفي من الحرب ايه لك كل البنات عندهم هيدا النوع من الفوبيا مارف سميها فوبيا ولا هو بيجي بالجينات البنات بس وناس كتير بستغرب فيها لانه بتذكر في مرة هيك حادثة لطيفة صارت كان عندي هوا عم بعمل ميكوب وفجأة بلاقي فيه صرصور بغرفة الميكوب مثل ما انا طلعت لورة بالكوريدور عم بصرخ على هيدا الموضوع جاي الجاست اللي بده يطلع معي بالحلقة يعني شافني بمنظر قلت له شو ما تشوف غض النظر فتخبيت بغرفة تانية لحد ما شاله وهيدا الشخص تحديدا يعني عارف انه انا كتراجعة من طغتي ميدانية في حرب وخبر فهو فيك تقول ضاع يعني هي نفسها هيدا يلي كانت برصاص حدا وخبر كل شي لحال تب رولها خبرين كيف ببلشتي يعني انت وصغيري يعني هلا بشوف مثلا انه واحدة متخصص كابتن طيران او عم بيدرس بالجامعة نقول يمكن اوكي يمكن بيه غنة يمكن عندها معينة بالحياة منيالة يعني صح الله تدرس وصح الله تعمل خبريني كيف بلشتي من انت وصغيري عم بترجي على المواجع لك لالاسف الناس بتفكر انه انا لاكتجيري لايف عيشته وفي مين متفعلي او لوصل تعرف طيران مكلف ودراسة الجامعة ماجستار وكذا وكله كله مكلف انا بلشت بحياتي بلشت اشتغل عمري 13 سنة ما كان معي امشي ما كان معي اكل طريت انا انزل اشتغل بمكان ومحل ببيع قصص مثل موبيليا كنت اجي 8 صبح خلص 8 عشية وقف عجرية وانا كنت حدا عندي انا وصغيري روماتيزم فكان وجع كتير قوي اتحمل هيدا الوجع وكنت نضيف المحل وضيف قهوة واسمع كلام ما لازم اسمعهم كنت كل يوم كل يوم لما روح اشتغل قوعد حالي انو انا بس اكبر ممنوع منعا باطن اسمع كلمة بشعة بحياتي او حدا يرفع صوته بوجه لانو بوقتها سمعت كتير كل يوم كنت عم بسمع كتير بس قول معلي رولا الحياة مش هينكبرت قبل بوقتي ما كان لازم اكبر قبل بوقتي كان لازم بعمر 13 سنة بدل ما روح اني نضيف محل روح اجيب البار بيلعب فيها روح امدينة ملاهي روح تنجوي هيدا العمر حاولت كتير انو اذا بدك جزق حياتي بين انو انا انساني عم بيكبر قبل بوقتي وعم بيشتغل وعم بحارب الحياة يعني ما كان شي سهل عبنت صغيرة اول طلعتها عم تكتشف الحياة انو تشوف ناس اكبر مننا ممكن يقزوها ممكن انا وراحة على بيتي يقزوني او انا جاي عشغلي يقزوني لانو بعدني عم بجرب افهم الحياة كيف ممكن تكون او كيف بدي اتعامل مع هيك النوع من الناس وفي ناس كانت تفوت بتذكر على المحل كانوا يتعاملوا معك انو انت شغيل يعني مع احترامة لكل الناس فكانت اتقبل هيدا الشي بسقول one day حقدر انا اكون شخص اخر بالحياة كانت اجي ماشي على الشغل ولتعرف انو الحياة بتذكرك بيقديشك انك قوي انا اليوم ساكنة بعد كلها سنين بوج نفس المحال يلي اول ما اشتغلت فيه كل يوم بس امرق من حد هيدا المكان بيبتسم بقول انا كنت هوني يوم الايام لك انا هلأ قمصرت مكان تهيني اشتريتي شقة بوج المحال ما اشتريتها بات اهلي يعني بس ساقبت الظروف ودتنا لهيدا المكان ولما قلت انا يمكن قلت ربنا بعد كلها الايام خلاني ارجع لنفس المكان بس لا يذكرني انو انتي كل يوم كنت تقطعي علي يعني هيدا طريق اكل من اجرية كتير صراحة وذكرني واشتغلت باكتر من مكان مش بس بهيدا طب ليه اضطريتي تشتغلي بهالعمر لانو ظروف لكن ظروف الحياة منها سهلة يعني الماما ماما حدا موظفة واشتغلت اكتر من شغلة لتبقى حطتنا باحسن مدارس لانو الوالد طبعا ماديا ما كان قادر بفترة من الفترات والناس كانت دايما بتضربك بحجر كبير انو قف احسن مدارس بس كيف ما انتو ماماكم وصاري لا بس فيه ام عظيمة كتير كانت تشتغل شغل واثنين واثلاثة بس انو ما تخلي ولادها انو اكاديميا اذا بدك يكون ناقصهم شي كاطفال بس هيدا ما خلاني ما منعني ان انزل اشتغل لانو كنا ستلمط طرين يعني حتى في فترة من الفترات كانت نزلت عالشغل مع الماما نزلت عالشغل مع الماما وشايفتني صبية من عمري شفتني هونيك وبعدين انا قلت على مدرسة تاني انا وهي ساقة بتكنت موجودة هالبنت هونيك قلتلي بتذكر قلتلي مش انت كنت مع امك عم بتنطفه هونيك فكنت وقتها قلت لأي وبكل فخر لانه هاي امه هادي الست يلي يلي وجعه بعضه لليوم جوا وكل شي عم بعملو بالحيات لانه هي ما قدرت عملته فهو انعكاس لأحلام هي كانت عبيلة تحققها فانا عم بحققلها ايها لانه فعلا الحيات اخدت منه كتير واخدت منه كتير واليوم انا قلتلي رح اقلها للماما انه رح اقلي كل شي فينا رح تشوفي فينا وهيدا الشي اللي بيخليني بعد بالحيات اني اتعب بعد اكتر واجرم بالحيات وكون مثل اللبغة لأحصل على كل شي باحترامي وبحدودي وبكل شي بس تقول للناس انه الحيات ما حتكون قوة مني انا رح كون قوة من الحيات وما حدا يفكر انه كل شي اجاب السهل اولا انت نزلت على الطريق كان فيه انا بكل بساطة انه قول انا ما بديش تغيل وقول هاي دي وجبات الام والباقي لا 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 لانه اليوم امي ما انا مضطرة وعم شوفها بس تقدر التعمينها عم بياخد من جسمها الحيات عم تاخد من جسمها لحد ما مردت قدامي وتعبت وشفتها وانا لليوم ما بتعامل مع انه هي كانت مريضة بمرض صعب ما بتعامل معا عاملي هيكي هايد لهذا الموضوع وشيلته عجنب من الدماغي بتعامل على الساس انه الحيات منيحة وهي ماما منيحة وما في اي شي بالعكس عم بقوية بس ما بيخفي عليك لما اكون بيني وبنحالي مخديتي بتحكي كل شي عنديك ما بتخافي من شي بالحياة بس اكتر شي بتخافي بانه هو الفقدان ايه طبعا وقلتي هيدا الشي يعني حضرت لك مقابلة قلتي انا ما بخاف الا من الفقدان من فقدان الاشخاص طبعا لانه لقلك ليه لانه اول شي الحياة بلا هالاشخاص لانت بتحبهم صعبة ما بخاف من الموت بخاف من شعور الفقدان هيدا الشخص معاد موجود بحياتك معاد عم تشوفه معاد عم تحس فيه اكيد يعني كل يوم فكر فيه انه الله يخليلي امي الله يخليلي اخواتي الله يخليلي عائلتي لانه فيه امان بوجودهم بحياتي فلما كون انا مسافرة او بعيدة عنهم كون واحدة بحس ما فيه ايمي للشي اللي عم بعمل وزهني منهم موجودين هيدا الخوف الوحيد يلي انا بخافه بالحيات اكتر من هيك ما عندي مشكلة من الخوف تخطيت كتير امور تخطيت اني ارجع بالليل على بيتي وخاف عالطريق انا كيف تقصع عبيتي تخطيت العتمة تخطيت الناس شو عم تتنمر وتحكي تخطيت كتير امور بالحيات مشكلة الوحيد اللي ما رح اقدر اتخطيه وفكرة فكرة انه يوما ما ممكن الله لا يقدر اني يكون فائدة لهيدو للاشخاص اللي بحياتي اللي هن عم بيصندوا علي عكتافة ومشان هيك ده جزء من انه انا عم اشتغل كتير بالحيات كرمال في ناس مصنودة علي ما بقدر انا انهز ولازم وهيدا صعب انك دايما بده تكون جبل ما يهزك ريح كرمال اذا انت انهزدت شوي في ناس رح توقع في ناس من لحمك ودمك رح يوقعوا فهيدا بيخليني اتعب بعض اكتر وجاهد بعض اكتر بالحيات وصعب صعب صعب انك تضلك قوي نحنا مش نحنا انت قلت بالاول ان انا سوبر وومن انا بتمنى ما تكون سوبر وومن انك تكون سوبر وومن شي كتير صعب ممنوع تبكي ممنوع تنهار ممنوع تكون انسان طبيعي عنده مشاعر بيقدر يزعل بيقدر يضحك لازم تضلك هيدا الصورة القوية قدام هود الناس بس لا تكون تمي نهاره هن متى ما انت انهرت خلص وقع كل هيدا المبنى اللي انت عم تبنيه من الاول والطريق فكان كل شي صعب يعني احقلك بعد شغلات يعني انا في فترة من الفترات انا كنت لعب فوليبول بالمدرسة طلعت على الجامعة كان في مباراة فوليبول بجامعة تاني وبدي شارك فيها ما كان معي البوس الشوز اللي بدي العب فيه كان عندي شوز وانا ام براود صراحة انه عم بيحكي بهيدا الشي بكل رياحة عندي شوز مقموعة طريت لزقه لروح العب هيدا الجام كان بقعني عمري 17 سنة لألعب هيدا الجام وما كنت قادرة اعمل جامب لانه كنت خايفة انه شوز يقبع معي وكنت مستحية اني روح بوقتها انه ما عندي شوز بس هلأ ما انا مستحية لانه كل هيدا الشي اللي عم قل لك ياه هو عمي الرولة اللي هلأ وقفة قدامك كنت غنى بالجامعة بفرقة كرال كان مطلوب منه ان نلبس white shirt ما كان معي ما كان معا امي حق هيدا الشورت فصرت صمت خرجيتي مصروف الطريق واطلع احيانا ماشي بس لاقدر اشتري هيدا الشورت بس كرميل شارك مع رفقاتي بالجامعة وغنى عالمسرح فكمان هيدا الشي الناس ما بتعرفوا اليوم لعملت طيران تعبت كتير لعملت طيران تعبت كتير لاخت منحة تعبت كتير لعملت الماجستير تعبت كتير لبلشت شغل بمؤسسات اعلامية كان جريدة ولا راديو ولا تيفي مانو هايين هيدا الامج اللي بتشوفها عالسوشال ميديا كلها فايك هيدا الابتسام كل الوقت ونحنا عايشين لافي اون روز ما فيش اسمه لافي اون روز بالحياة او المدينة الفاضلة منحاول وحلو انك تحاول وحلو انك تتخيل انك عايش بالمدينة الفاضلة لا ما فيش اسمه هايك الحياة كتير صعبة بس رغم انها صعبة الحياة بحبها متل ما هي لما بدك تحب شخص بالحياة او اي شي بدك تحبه باللي منيح والسيء والحياة نفس الشي بدك تحبها بكل التخبطات والمطبات يالي عم تقع فيها بس تتقبلها متل ما هي لا تقدر هي كمانا تتقبلك وتعطيك بدك توقع بدك ترجع توقف عجريك نفت الغبرة ترجع توقف طائر الفنيق ما نحكى عنه بس لا مجرد انه عابلون يحكوا عنه طائر الفنيق رجع نهض من تحت الرميد ورجع وقف ونفس الشي نحنا لازم هيك نكون لازم نكون مثله اتمثل بهيد الكاركتيرات اذا بدك بالحياة لتعطينا القوة خلينا نوقع ما ليه ما نفكر ليه وقعنا نفكر كيف ما نرجع نوقف صعب كتير صعب انك ترجع عالبيت مدمر ومكسر وقلبك عم يوجعك وراسك عم يوجعك وعم بتحاول انه تحكي لاشخاص معينة وجعك واستدقني اخر تنهار حتبقى وحدك وراسك عم خدتك وحدك وحتبطب لحالك لانه قد ما في ناس بالحياة رح توقف حدك وتقول انه واقف حدك وتساعدك بالحياة بنهاية انه هيكملوا حياتهم ويعيشوا حياتهم وتبقى انت ام تتخبط باكر من هيك ما تتكل على حدا بدني كلها ميم ما كان يكون بالعالم ما تتكل عليه تتكل بس على حالك قوي حالك ابني حالك بدك تبكي ابكي بدك تضحك تحاك عطي الزعل حقه أو عطي الضحكة حقه عبيلك تبكي ابكي مش غلط بنت شاب بقوله انه احنا اذا بكينا هيدا ضعف بالعكس هيدا قوة الضعف انك تخب هيدا الدمعة فوت بس الغلط انك تفرجي انه الطرف الاخر او الناس انك عم تبكي او زعلان لا روح عيش هيدا اللحظة قول انا بدي ازعل جمعة واتنين وسنة وسنتين بس بعد هيدا القرار بعد هالمدة ممنوع دمعته او تتحرك اي عضل بوجه بس كرمال ازعل لازم تتحرك بس لا اضحك تبرو اللي عم تقولي انه في الامج اللي شفتها على السوشال ميديا واللي هي موجودة اللي هي منحة ايه ممكن تكون مزيفة او مش عم بتعكس الصورة عن الشخص لان احنا منحب نحط افضل صورة عن حالنا وممكن نخبي اشياء اوجاع موجودة بحياتنا بس ما تأثرت بهاي الامج عند بعض الاشخاص الاخرين وخصوصا يمكن نساء اللي ممكن يكونوا محلك او لقوا طريق اسهل او عندهم مواصفاتك عندهم شكلك عندهم فهماتك واخدوا طريق اسهل وطريق يمكن اكيد ما بتليق فيك بس هالحياة مرات فيها مغريات ما شك هادا الشي ضغط ان تشوفين طب انا ليه متطرة اتعذب كل هالعذاب واشتغل وعلم حالي وساعد اهلي طب ما فيه طريق يمكن اسهل يمكن صاحب شخص يمكن اطلع عالسوشال ميديا فرجي جمالي بس ويمكن قبض منه مصاري بس هيك من صور ومن سوشال ميديا لك هادا الشي سمعته كتير صراحة وكتار قالولي انه انت عندك سكيلز لي ما بتستخدميهم بطريقة كتير اسهل انه انت تقدري ما تتعب بالحيات وتحصل على كل شي بديك بطريقة اسهل لك كل شي بالحيات بيجي سهل بسرعة يخلص بسرعة هيدا قللك شغلي وعند اول مفرق بيكبوك عجنب برجع بقلك لا تتكلع حدا وهيدا الطريق انا رغم الشايبات اللي عراسها لامة ما طلعوا عالفادي عارفت تربي مظبوط وحطت مبادئ مهمة بالحياة ربتها فيني وهيدا اللي رح ربي فيها ولادي لبعدين لانه هاي المغريات بالحياة هي مجد باطل وكل شي فيك بالعكس لما تعرف قيمة التعب ويجي النجاح فعلا ساعتها بتحس حالك انه انجز شي بينما لما تجي الشغلة مريحة وبسهولة وما بتحس بقيمتها بتكره حالك لما تطلع على المرأة انا شو هم بعمل يعني انا تشوف بنات كتير فجأة بالعيون وصلوا وفجأة مرتاحين وعايشين حياة مديا مرتاحة ومعنويا وكذا بس بينهم وبين حالهم هيطلوا على المرأة هيوقف هيقولوا ادينا احنا بشعين وانا ولا مرة طلعت على المرأة وقلت عن حالي قديشني بشعة من جوه بالعكس كان دايما نقول بس طلع حالي على المرأة كل يوم بديقول قديشك حلوة من جوه لانه كل هالمغريات بالحياة ما خلتك تتخطي المبادئ تبعوليك ومعلي ضل اتعب احسن ما بعدين لقي حالة اذا بدك قاعدة وعم بالدم على خيارات ما كان لازم اخدها ويمكن كون بصورة قدام والدتي بطريقة مش حلوة وولدتي تربيتها اهم كتير من كل هالمصاري طب من شان هيك انت ما تجوزتي وعزبية لانه ممكن مهتمة اكتر بالكارير تبعيك مهتمة بعائلتك اكتر شو السبب انه وكمان عم تقلتي بتغني هي لكن بالمدرسة مع انت صوتك حلوي كان فيك تعملي كارير لكن ما ضروري ان يخدها بالاكستريم تبعه بس قصدي ما بتلاقي انه فيه نسبة معينة من ال او الجمال عندما يكون موجود بيساعد بالعمل لك الجمال نقم انه نعمة في كتار بنات حلوين وللأسف الشديد منهم مرتاحين ليه لانه بيتعرضوا لكتير قصص بالحياة مش حلوة وبشعة يعني بتلاقي شخص صحابي بيتقرب بطريقة مش حلوة بدت تضطر تعمل دفاع عن نفسها كتار علولي هيدا الكلام بيفكروا الناس انه اذا انت عم تشتغل كتير وعم تتعب على حالك وفي مسئولية بحياتك يعني انا اليوم وبرجع بقلك انا فخورة انه في ناس موجودين على هالرقبة هيدا ومتكلين بالحياة على هيدا الانسان لظروف معينة وانا مبسوطة انه هن هيك لانه هن اللي بيستحقوا فعلا اني انا ضحي كرمالهم بس هيدا الشي ما خل ما انه سبب انه انا اليوم بعد ما اتجوازت بالعكس عندي اولوية بالحياة اني انا اعمل عيلي وجيب ولاد واسس العيلي وهيدا عندي اياه فيك تقول واحد من الاحلاب وحلم اساسي بس ما رح اتجوز لان لازم اتجوز اذا ما في شخص بالحياة عطاني الاهتمام والاحترام واللويلتي وكريم النفس كريم المشاعر ماني مضطرة اني اعمل عيلي مع شخص ما عنده كل هيدا المواصفات ليه؟ لانه انا بكرا ابني او بنتي رح يلوموني على خيار بين اللي حيكون غلط فانا بدي ايهني يلوموني على انه فعلا يا ماما انت اخدت خيار صح يكونوا مرتاحين ويكونوا فخورين انه نحنا كعائلة متكاملة انا ما بدي اتجوز لان لازم اتطلق بعدين لازم كون خياري صح لازم كون في انسان قادر يتقبلني باغلاطي قبل الاشياء الحلوة اللي فينا انا ماني نازلة من السماء ماني ملك انا اليوم انساني عندي اخطاء كتير وعندي زلات كتير يا قادر تحبني متل ما انا بدون ما تجزقني واهلة وسهلة فيك بحياتي وبعطيك من روحي ومن قلبي ومن اهتمامي ومن وقتي واذا لا بدك تجزقني وتغيرني وتركبني متل ما انت بدك وهي ما بحبه فيك وهي بحبه فيك لا بالعكس اليوم لما بدك تحب انسان متل الحياة تحبه متل ما هو فلليوم يمكن انا ما قدرت اني التقع بهيدا الشخص ليه قلب ينكسر كتير وبكيت كتير ومن هي الامرأة الحديدية انو انا لا بطلع من علاقة فانا كتير قوية لا 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 انا بني ادم بحس كيت اي حبيت وما في علاقة فتفية الا ما كنت عم فكر بالمستقبل بالحياة بالولاد ولكن نصطدم احيانا بحيطان مع الاشخاص المقابلنا بيبنوها كرمال يكون في عرائيل او بيكونوا انانيين بمكان معين لما انت عم بتعطي كتير بعدين اكتشفت انو انا بالعلاقات لازم كون في بالنس يعني بعطي عقد ما اعطي بدي اخد عقد ما بتعطيني بدي اعطيك بس بينما اعطي اعطي كل الوقت وما اخد غي انجأ واحد بالمية من هيدا اللي انا عم بعطيه فانا هون بكون عم دمر حالي عم بيكل من حالي من روحي من اهتمام واكبر شي عند البنت هو اهم شي اللي بوجعها هو مشاعرها اذا اليوم انا عطيتك هالجوهر اللي عندي اياها من مشاعر كبير واهتمام وانت ما اهتمت فيها وحفظت عليها فانا اليوم عم بكون بتاكسيك ريليشنشيب وقطعت بكتير تاكسيك ريليشنشيب بحيتي وكانوا صعبين بس لما رجعت من هيدا الدمار اذا بدك قررت اخد قرار انه انا اليوم خياري بدي يكون بقى بالحياة بعد كل هالتعب اللي تعبته بيستحق انه يكون مع انسان قادر يكون معي يوم عالارض ويوم بالسماء يوم كون مبسوطة يوم كون زعلانة ما فيك تشوفني دايما هيدا الانسان اللي كل وقتا يمكننا مبسوطة ومزبطة حالة وما بتزعل وما بتبكي لا 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 ما في حدا هيك بالحياة يا بدك اليوم تمشي مع هالانسان بكل حالاته يا اما ما تفوت ع حياتي فما انا مضطرة انا رجع وجع قلبي لانه وجع القلب هو نوع من اذا بدك مرض لما يوجعك قلبك critique مضبوط وقف قلبك مرتان ايه كيف هي تفسرييا ايه واقف معنى من الحب و الغرام ولا وقف فزيكا فيزيكلي وهذا الشي الوالدة كانت عرفته بعدين لأنه أنا لما كنت بتذكر عن الهوى وبلشت حس حالي ما أنا مرتاحة وكنت كتير تعبانة حسيت في قلبي في وجع منه طبيعي رحت مباشرة على المستشفى وغبت عن الوعي بعدين لما فقت أول مرة خبروني أنه أنت كان قلبك وقف سواني يعني فقال لي الحكيم بتذكر قال لي لو ما أنت إنساني قوي من جوة وبتحب الحياة وإنساني محاربة اليوم ما كنا هلأ عم نحكي كيف نرجع فبذكر بعدين ورحت وحدة لأنه ما بدي خبر الماما أنه وجع بصير وجعين وكتير بداية أنه إما تزعل على وجعي يعني وقف ومن بعد قررت أخد كتير قرارات بالحياة أنه أنا اليوم لما ربنا أعطاني فرصة لأرجع عيش ولأرجع وقف عجري وشوف الحياة من أول وجديد بدي أرجع أشوفها بطريقة تانية مختلفة ومش بس بدي أشوفها بطريقة تانية بدي أتمسك بعد فيها أكتر بدل حياة تعيش اثنين وثلاثة وعشرة فهيك بيضل ابتسامي على وجهك وعندك طموح وقررت رولا أنه شوية تغيري تغيري حياتك بتطلعي بشي بكارير جديد أو ببلد جديد جيت على الإمارات وخدت الجولدين فيزا مبروك أول شي بارك فيك والإمارات فتحت لك بوابة وهذا البلد الرائع البلد العالمي اللي قلبه كبير وبيستوعي بكل العالم وين بتلاقي حالك بالمستقبل وعلى أي شي عم بتركزي هلأ بشغلك وين بتلاقي حالك وبعدين لو طولت سؤالي عم لاقي كتير عندك موتيفيشن عم تعطيها للعالم وعم بتنشري هيدا الشي عن طريق من ورا خبرتك وإذا كان بالجامعة وبدراساتك كتير مركزة عهيدا الموضوع وين بتلاقي حالك أكتر بالمستقبل بأي مجال بالطيران بالصحافة بالرياضة بالإعلام بشكل عام أول شي بدأي لك وقت أخذت الجولدين فيزا كانت سعيدة جدا إنه هيدا البلد اللي هو بعتبره بيت التاني سمح لي أني استلم الفيزا وكون موجودة بالإمارات اللي هي بعتبرها الخيار الأنسب لإلي إنه أني كون موجودة بهذه الدولة اللي فعلا هي عملت من حالة محط أنظار للعالم كله أنا أخذت خيار الانتقال لأنه ما كانت إذا بدك بالكونفرت زون مرتاحة فيها أو عم بيعطوني شي اللي أنا فعلا عم بحلم فيه بعد كل هالسنوات فأخذت هيدا القرار إنه اليوم افتح صفحة جديدة بحيتي على صعيد الإعلام وحتى على صعيد الطيران ضل بالموجودة بعالم الطيران أكيد وحتى بعالم الإعلام واليوم الخيارات كلها مفتوحة هون بدولة الإمارات لأنه هي المكان اللي فعلا بيئيس حجم هالأدمغة وحجم هالإنسان اللي عنده فعلا إشياء بالحلوة بالحياة قدر يعطيها ويكون ينجح فيها بهذا البلد وهي هذا المكان الفعلا الأنسب لأنه نتطور بأكتر من مجال فهويني بشوف حالي بشوف حالي بعدني بالإعلام بشوف حالي بعدني بالطيران ولكن ببلد آخر اللي هو بعتبره برجع بقلك بيدي التاني اليوم نحنا لما نختار خيارات بتكون تبقى مدروسة يعني أنا لما أخد قرار أني يكون موجودة هون كان إذا بدك التفكير كان موجود بالسابق ولكن أخد خيار تطلع من comfort zone مثل ما قلت لك بيكون نوعا ما شوي هيك أنه هل رح أنجح هل كذا ولكن تخبط إجرق بالأرض تقول لا خلينا جرب خلينا أطلع وجيت لهون وفعلا لقيت الترحيب ولقيت الإهتمام ولقيت فيه فيه نوع من الطيبة والإحترام لكل الجنسيات العالم ومدقوا بس للجنسيات العربية موجودة هون وحتى إذا بدك الأمان يعني أنا اليوم كصبية ما بعتلهم أني أطلع من عشية أو أرجع بالليل لأنه أولا خاف لا 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 هذا يمكن كانت أعمله خاف أنه أرجع من بلدي بالليل كذا لأنه فيه بالعكس هون بالليل بالنهار كذا خلص أنت أمان يعني بيتك بيبقى مفتوح كل الليل ولكن ما بتخاف حدا يفوت لعندك لأنه فيه احترام للإنسان الموجود هون فبس هيك بتقللك أنه أنا كتير حابة وجودي هون وكتير حابة أنه عم بتطلع على صفحات جديدة بالحياة بأرض أخرى رولا يعني طريقة حقيقتك شوي أكاديمية كتير حطيتيني بالجو اللي أنا أنا البودكاست بجرب قدمة في كون على طبيعته وأنت على طبيعتك بس أنت كتير أكاديمية هيك تعلمت عم بتعلم منك شوي حاسس عفكرة عفكرة الجامعة تخبرك شي أنه إليك الجامعة علمتني كتير صراحة وتلميز قولني كتير يعني كان عندي طلاب كان في أحدهم كان مدمن على المخدرات وكتشفت هيدا شي ولجأت لجأ لي يعني وكان عنده امتحانات وكان عنده الدنيا كلها وكان حيخسر كل شي يعني حيخسر جامعة وكذا فأنا دفعت عنه بإدارة الجامعة أنه نحن اليوم لازم نقف حد هيدا الإنسان بعته على سنتر كما لي يتعالج وطلو ما تخاف أنا حدك ورح تقدم امتحاناتك ورح تنجح فكن دايما عتواصل معه وقدم امتحاناته سننا نعمل فيديو قول أدم امتحاناته كل شي باعي إيميل جاب إي وتخرج إي برس وتخرج من الجامعة ومغروم ولما قال لي أنه هو في صبيه بحياته بتلو لك هذا الماضي ما تخجل فيه لأنك قوي ولأنك بتحب الحياة ولأنك حابب أنه أنت تكون إنسان صالح بالحياة وبالمجتمع فهيدا الشي ما مفروض بتخجل منه يا الشخص اللي مقبيلك بده يحبك مثل ما أنت على ماضيك وعلى حاضرك لأنه نحن ما قلنا بماضي الآخر إنا بالحاضر والمستقبل فيا بدي حبك على حاضرك وحتى على ماضيك وعلى المستقبل اللي بدنا نبنيه سوا يا ما تكون بحياتي وحمل هاي الجملتين ومشي فيهم بالحياة وهلا هو من أهم الناس وعم يشتغل ورح يعمل قريبا عيلي وهذا واحد من كتير أمثلة إذا بدك مع طلاب الجامعات ما أنا عم بحكي بالموتيفيشن ودايما أنه ولا بشجع الناس بس لأنه عبالي شجع الناس أو فيك لايف لا أو نظر عليهم بس ما أنا قطعت بهذا شي وما بدي الناس تقطع فيه أو تلميزي أو محيطي أو أصحابي أو إخواتي أبدا اليوم اليوم لأنك قطعت بهذا التجارب فرسالتك بالحياة أنك تجي أنت اليوم بتوعي هول الناس ولليوم أنا بعدني بغلط ولليوم بزعله ولليوم بس برجع بوقف وبشجع حالي أنه رولا ناكست تايم ما لازم تعمل هيك ولما يقطع هيدا نفسه شي مع شخصتين بجي بالقوع وقف أنا قطعت محلك أنا كنت بمحلك وشانيك بقوله هيدا المثل أنه ما تسأل حكيم مسأل مجرب ما تسأل حكيم مسأل مجرب ما تسأل حكيم 100% نحن عطول في كلمة بالانجليزية بنسمعها don't judge me don't judge me صح ما كنت عارف معناتها يعني إلا ما صرنا نختبرها يعني بعرف معناتها بالترجمة الحرفية بس الjudgment اللي نحن عطول نستعملها ضد الأشخاص ايه طبعا شي مؤذي جدا وشي بدل على يمكن عدم ثقافة وعدم انفتاح وعدم خبرة بالحياة طريقة حكيتك لهذا الشخص اللي هو يمكن مرع بظروف مدمن أو عم يتعطى المخدرات يدد نتجاجهم أكتر شي عطيتي إياه كهدية لإله وعطيتي سقها بحاله لأنه عارف أنه اللي عم يعملوا غلط مش ناطر أنه لك أنا بالحياة كلها ما بحياتي حكمتها حدا لأنه أنا مني مكان هذا الشخص وما بعرفه بشو عم بيقطع ما بعرف لما يحط رأسه على المخدر شو عم بيفكر وقديشه لحاله لأنه كمان أنا أقعد بهذا الشي أنا لما أكون قوي بين الناس وعم بتحك بين الناس وعم فرجي قديشني أنا إنساني قادرة أتحمل واتحمل بس بنهاية النهار رح أرجع غرفتي قد ما الناس بدأت توقف حدك حتكون لحالك وبمخديتك وعم تبكي وزعلين ومحروق ترجع نفت حالك من أول وجديد ترجع توقف تلبس ماسك وتطلع لبرة فنفس الشي هذا الشاب أنا ما بعرف خلال النهار وقدي عم يتوجع وقدي عم بيكون زعلين وقدي فعلا ما أنه بقى مرتاح مع المجتمع وقدي عم بيحكم عليه كمان نحن ما نزيد عليه بالعكس هو أخذ خيار أنه أنا بدي أرجع أكمل علمي بدي أوقف بديكون إنسان صالح بالمجتمع وحتى أحيانا كنت أنا قاعد مع أشخاص معينة بيقولولي الناس أنه كيف قاعد مع هذا الشخص هذا واحد انا ثلاثة أو كيف قاعد مع هالبنتي واحد انا ثلاثة طالما هول الناس نح معي وطالما عم بيعملون منيح بغض النظر هن بحياتهم شو عم بيعملوا فأنا لا بدأ أحكم عليهم لا أنا أنا مني أحسن منهم اليوم ما عم بيحكيك بالمثاليات لأن أنا عندي أغلاطي ومليانة أغلاط كمان بدأت حاصة بعيدا شي ما نحن بني قدمين لكن اليوم أنا تعرضت لحكم مسبق من قبل شغلة من قبل محيطة من قبل ناس ما قدرت تستوعب أنا بشو عم بقطع فيزيكلي لأن أنا صار عندي بمرحلة من محلات أنه نوع من البانيك أتاك نوبة الهلع ما كنت أفهم أنا شو عم بيصير معي كنت كون ماشي على الطريق ما قدرت أقطع الشارع بطلت قدر إظهر لحالي لازم يكون معي ناس لازم يكون معي أهلي لازم يكون محاطة لدرجة أنه أعادت فترة طويلة بالبيت خاف أني إظهر تما تصير معي والناس يشوفوني أنه بطريقة ضعيفة بعدين قلت لأ يا بنت والناس يقولولي أنه شو عنديك بانيك أتاك يعني شو يعني بانيك أتاك شو يعني ما عم فيك تأخذ نفس شو يعني عم تحس حالك روحك عم تطلع عم عم يوقف قلبيك وأنت أنه ما بيكي شي لأنه قلت روح على المستشفى أول فترة ما كنت أفهم شو عم بيصير قولوا ما بيكي شي لدرجة وقفت قدام الماما قلت لها أنه خدي عني الوجع هالمرة أنا مني قدرة بقى تحمل تذكر غمرتني وكان كل ما يكون عندي بانيك أتاك أنا عم بيغمر أمي عم طلع هالوجع هالوجع بحضنا وبعدين أرجع بس آخر تنهار عم ترجع تقضل حالك بالقودة أربع الصباح ثلاثة الصباح عم توعى موجوه عم تخبي هيدا الوجع تما تحسسنو وتواعينو أنت شو عم يصير معك ناس حكمت غلط وكتر خلق الله رجعت أنا واجهت هيدا الشي ورجعت وقفت عجريه وما نطرت حدا تا يجي يتطمن عني بتليفون إنه إن شاء الله بعد عنيك بانيك أتاك الحمد لله قدرت أخلص من كل هذا الشي ولحالي ولحالي مشان هيك قلت له لتلميز اليوم دا كتوقف عجريك لأنه أنا اليوم حدا كيم كيم مكرا ماني موجودة رح ترجع عبيتك وأنا ماني موجودة ورح كون عم فكر معك مثل ما أنت عم تفكر مشان هيك لازم نتكل ع حالنا ونكون نحنا مسكين إيد اليمين بيد شمال وعم نوقف روح للعالم تسألني شو البودكاست طبعك وشو هو يعني شو شخصيته وشو نوعه عن شو بتحكي ما بعرف جاوبه لأنه ما بعرف أختصر البودكاست طبعك بشو هو بس إذا هلأ بصرفيني أختصره إنه هو هو رولة هو قصتها هو قصة أي شخص نحكم عليه أو أي شخص كان بمرأة بتنمر أي شخص حابب يحكي قصته أي شخص عم بيفرجي أنه مش الصورة النمطية العالم إخدتها عنه لأنه حلو أو لأنه مشهور أو لأنه معروف لأنه في براها تجربة وفي براها تعب وفي براها معاناة وفي صبر وركض وعرق وخوف والتزام مع حاله مع مجتمعه مع أهله هذا هو البودكاست طبعي هو لسمع صوت الأشخاص اللي حابين يقولوا قصة اللي ممكن حدا تاني يستفيد منها أو يستفيد من جزء بسيط منها أو من كلمة واحدة بس ألوها شكرا لك شكرا لك أنه أنت فعلا سمحت لي لأول مرة أن أحكي عن الوجه الآخر بحياتي والضفة الثانية من حياتي لأنه فعلا برجع بقولك أنه الناس بتحكم عن حياتك أنه أنت إنسان مش فارق عندك بس عايش للطيران وللشغل وبالعكس في شي تاني أعمق من هيك وفي جرح لليوم صار تحول لرصاصة موجودة بقوله رصاصة بتخيل الجسم هي بقى موجودة بس ما بقى عم نحس فيها هذا جرح بدي يستمر معك بالحياة بس ولكن أنت بتقرر إذا حيضل عم يجعك ولا لأ وشان هيك نحنا اليوم بالبودكاست هيدا فتفضنا مثل ما بقوله وطلعنا كل هيدا شي اللي من قلبنا لأنه نحنا بحاجة يوم من قيام دايما لا حدا يسمعنا وبحاجة لناس نحنا ما بنعرفهم يسمعوننا ما يحكموا علينا قد الناس اللي هني فعلا حافظين أنه أنت حياتك وبيعرفوا تفاصيلك لأنه بقدروا يحكموا عليك بقولوا لك لو عملت هيك وسمعت مننا ما كان صار هيك بالعكس شخص آخر يقدر يفتح لك هيدا الباب بترجع انت هيك إنسان جديد وفتفضد ترجع حياتك شكرا لك تشرفتيني مرسيك تلعب مرسي روالا ترجمة نانسي قنقر